حرب الحوثيين ترتد على مدارس اليمن منذ أوائل شهر فبراير باتت ترديد صرخة المستوردة من إيران فعلاً إلزامياً في طابور المدارس الحكومية والخاصة من بين سلسلة من التدابير التي ترسق نهجاً طائكياً يلغي الهوية الوطنية باسم تأصيل الهوية الإيمانية إلى جانب المدارس الحكومية التي يسيطر عليها مديرون معينون من الميليشيا هناك أكثر من ستمائة مدرسة خاصة باتت ملزمة بتخصيص المساحة الزمنية للطابور المدرسي لنشاط المشرفين الثقافيين الحوثيين ولنحو أربع فقرات كلها تمجد الجماعة وزعيمها وتحرض على القتال في مواجهات أعداء جلهم من شركاء الوطن وقع هذا التحول الكارثي في السياسة التعليمية تحت سطوة الميليشيا كبير على أولياء الأمور الذين يدفعون رسوم مكلفة في المدارس الخاصة ويخشون من تغول هذه السياسة الميليشياوية التي تجبر أطفالهم على ترديد صرخة الموت وترهيبهم بشعارات القتل والتحجيد للقتال وعلى خلفية هذه السياسة الجديدة يتعرض عدد من الطلبة والطالبات لعقوبة الحرمان من بعض الحصص الدراسية نتيجة رفضهم ترديد الصرخة يأتي ذلك بالتزامن مع تعميم آخر يلزم المدارس بتخصيص يوم الأربعاء من كل أسبوع لإقامة أنشطة تحريضية تحت مسمى تفعيل اليوم التقافي لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أدخلت تعديلات ذات صبغة طائفية واضحة على المناهج التعليمية والدراسية على نحو يهدد بتدمير العملية التعليمية التي تعاني من تعثر خطير منذ ستة أعوام بسبب الحرب وانقطاع المرتبات شيئاً فشيئاً تزحف جماعة الحوثية على الرموز الجمهورية وعلى الجامع المشترك لليمنيين وهو جزء من نهج أصيل في هذه الجماعة التي رفعت شعار الثأر من الجمهورية ومن سياسة التعليم الوطنية وشكل هذا النهج محور نشاطها القتالي والتخريبي وأعمال التمرد خلال العقدين الماضيين